لا عدالة في العراق بهذا تلخص المنظمة الإنسانية ونواب في البرلمان المشهد في ظل وجود آلاف المعتقلين الذين تتهمهم الحكومة بالانتماء لتنظيم الدولة فلا وجود لشيء اسمه حقوق الإنسان في العراق بحسب النائب أحمد السلماني ويبرهن السلماني كلامه بالأوضاع السيئة للمعتقلين في السجون وتغييب العدالة وعمليات الابتزاز داخلها فضلاً للأحكام الصادرة بحق الآلاف من إعدام وسجد مؤبد قائمة على الشبهة والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب أكثر من 27 شخصاً أعدمتهم وزارة العدل في تيشين الأول الماضي وقبلها أربعون معتقلاً تم إعدامهم أيضاً تقول الوزارة إنهم أدينوا بمشاركتهم في مزارة سبايكر بتكريت عام 2014 بيد مسلحي تنظيم الدولة في مقابل ذلك تؤكد منظمة العفدولية إمينيستي أنه ربما كان من بين من جراء إعدامهم أبرياء أو أنه تم انتزاع اعترافاتهم بالإكراه هذه العدالة المغيبة تشير سارة ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس بوتش إلى أنها تفوت الفرصة لأن تظهر حكومة العباد لشعبها وللعالم على أنها أمة يحكمها القانون والعدالة وأجراءة التقاضي فيها سليمة فلا تميز لدى القضاء في العراق بحسب ويتسون بين الأطباء الذين حموا أرواح الناس وبين مقاتل تنظيم الدولة ليبقى مصير أكثر من 20 ألف معتقل في العراق متهمين بالانتماء لتنظيم الدولة بحسب إحصائيات حكومية يبقى مصيرهم معلقا بين السماء والأرض لتتلقفهم مؤسسات قضائية لا تجد حرجا من انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والحكم عليهم بأحكام قضاء مخطم بالكامل وفق البعثة الأوروبية للعراق وبقية المنظمات الإنسانية كهيوم الرايتس ووتش والعفو الدولية